ومن جهة اخرى اوضح قانونيون مهام محكمة التمييز الاتحادية التي انقضت قرار للمحكمة الاتحادية وفقا للدستور وبيانوا ان محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاء لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد وبيانوا ان قرار المحكمة الاتحادية ولد ميتا ويعتبر معدوما والحكم المعدوم كأنه لم يكن ولا يترتب عليه اي اثر قانوني وغير قابل للتنفيذ مطلقا وقد صدر خلافا لقواعد الاختصاص